اشتركوا في القناة ولا اثنين اخطاء سابقة في كتاب الرياضية في كتاب النشاطات اليوم انا مع كتاب اللغة العربية للسنة الخامسة ابتدائي رح ينبهكم على واحد الخطأ ولا زلة ولا هفوة ليتنبه لها واجب ان الاستاذ يتنبه لها الوحدة الثانية درس تصريف الجملة الفعلية احنا امالف الكتاب المدرسي يديروا قاعدة يمشي عليها التلميذ ويمشي عليها الاستاذ الا انه في هذا الدرس اللي هو درس مهم درس مهم يحتاج الى قاعدة درس تصريف الجملة الفعلية مع الضمائر المثنة داروا امثلة عادي قارن كذا كذا فالقاعدة اللي ما في ديرها اثبت قال لك حول حسب المثال وهذا لا يصح هذا خطأ فادح ما المفروض يديروا قاعدة يمشي عليها الاستاذ والتلميذ هو قال لك نحول الجملة الفعلية الى المثنة الاحساب المثال هذا وهذا وهذه مكاش منها قاعدة مصراتش لانه لانه الامثلة اللي رح يعطوها له في الامتحان ولا في الفرض ولا في كاش في كاش معشاط ولا ما يش بالضرور راح تكون هكا تصريف الجملة الفعلية مع الضمائر المثنة فيها كلام طويل عارض فيه قاعدة لذلك هما الامثلة اللي هم دلينهم لاحظ وقف المعلم في الساحة وراح يشرحه بعدها تحولت المعلمان ولا تراحى لذلك حنا الاساتذة كي الاستاذ اللي ما قراش اللغة العربية مليح في الجامعة سيب استاذ قرأ دروة مثلا ولا قرأ جيستيون ولا قرأ ما يعرفش اللغة مليح يحتاج هنا يا بعض الاساتذة اللي خدموا معايا فهمت فهمت بللي القاعدة هنا في الدرس هذا بللي الفعل قالت للتلاميذ انه الفعل لا ينصرف اذا كان في بداية الجملة اما اذا كان في وسط الجملة ينصرف مع المثنة وهذا خطأ كارثة قاعدة ميش هكا والسبب هما انهم الخطأ اللي راه في الكتاب هنا مديروش قاعدة فالدرس تحويل الجملة الفعلية الى المثنة شا ديرو في القاعدة ثم تقول لك نحول الجملة الفعلية الى المثنة حسب الامثلة وذي قامك كشمنا من المفروض يديرو قاعدة كيفا الامثلة اللي راح يصيبها التلميذ هل راح تكون دايما كما هذه وهذه راي فيها مقدمة وفيها نتيجة شوف عاهدت الفتاة صديقتها بان تتعاون معها التحويل عاهدت الفتاتان صديقتهما بان تتعاون والشرح والرشرح لذلك من المفروض هنا القاعدة ديروا قاعدة والقاعدة الشيهية قاعدة سهلة بسيطة في تصريف الجملة الفعلية مع الضمائر المثنة القاعدة الفعل لا ينصرف مع الضمائر المثنة إذا كان الفاعل اسما ظاهرا أما إذا حذف الفاعل حذف الفاعل كما هنا وراحا ما كاش الفاعل الآلف هذي اللي يزيدوا هي الفاعل هنايا عاهدت الفتاتان عاهدت ما تحولتش لأن الفتاتان فاعلة را مذكور كين حذفوا الفاعل؟ ينصرف الفاعل بأنت تعاونة تولدك الألف هي الفاعل إذا القاعدة شيهية الفاعل لا ينصرف إذا كان الفاعل اسما ظاهرا إذا حذف الفاعل وكان ضامير مستتر أو ضامير متصل ينصرف الفاعل يقول الإمام مالك النحوي في ألفيته وجرد الفعل إذا من صرف مع مثنن أو جمع كفاز الشهداء الفعل في الأصر لا ينصرف إذا حولنا الجملة إلى المثنة أو الجمع الفعل يقعد كيمارا ما ينصرفش وإنت يتصرف إذا حذف الفاعل كيف يحذف؟ يكون ضامير مستتر أو ضامير متصل هنا من المفروض كانوا ديروا قاعدة يمشي عليها التجميد ويمشي عليها الأستاذ باش تشهله أما أنك تقول له تدلوا أمثلة وكذا ومع تقول له حول الجملة الفعلية إلى المثنة على حساب الأمثلة هذه قام مسراج وراهي اللي جانت على الكتب وراهي مجدى وراهي مجدى وهذه خلات كثير من الأستاذة يغلطوا ونا عاينت هذا الأمر هذا كان أستاذة خدمت معي قالت للتلاميذ أن نحول الجملة الفعلية إلى المثنة إذا كان الفعل في أول الجملة لا ينصرف وإذا كان في آخر الجملة وفاستها ينصرف وهذا خطأ هذه قاعدة خطأ القاعدة كما قلت الفعل لا ينصرف إذا كان الفاعل اسما ظاهرا إذا حذف الفاعل وكان ذامر مستتر أو ذامر متصل ينصرف الفعل ولشرح أكثر اللي حاب يفهم أكثر يشاهد الفيديو اللي درناه تعتصرف الجملة الفعلية مع ظامي المثنى شرحناه بإسهاب بارك الله ولي ولكم إن شاء الله يتنبهوا مثل هذا الخطأ والهذا الهفاوات من مفروض يديروا قاعدة ضابط يمشي عليه التلميذ والأستاذ بارك الله ولي ولكم في الأخير لا تبخلوا علينا بجامل الفيديو والاشتراك في القناة وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله